بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي ما زلنا مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا تاني يوم مع سيرته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنتعامل مع السيرة على إن فيها نفس المعنى اللي في سنته واللي اقتبسته من الكتاب العزيز إن هي لا تخلق على كثرة الرد وإن السيرة دي هو الجامع ما بين كتاب الله المستور وكتاب الله المنظور كتاب الله المستور اللي هو الوحي وكتاب الله المنظور اللي هو الوجود فالسيرة جاءت عشان تقدم لنا برنامج عمل وحلول وتقدم لنا كمان ساعة ووسع ولذلك ما كانتش ينفع أن احنا نفهم الشريعة من غير ما نعيد قراءة السيرة قراءة تخلينا أكثر تحضراً قراءة تخلينا أكثر رحمة وخير وجمال وبمناسبة الرحمة نتكلم عن حلقة النهاردة ونشوف معانا إيه معانا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقد نزل عليه الوحي فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقابله السيدة مين؟ بتقابله السيدة خديجة آه نقف بقى قدام السيدة خديجة اللي هي السيدة خديجة الكبرى ليه اسمها السيدة خديجة الكبرى؟ هل هي لأنها أول زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنها أم أولاده؟ هل لأنها كمان قامت بدور كبير في حياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ده علشان خطره اتسمت السيدة خديجة خديجة الكبرى عليها السلام تعالوا نشوف بقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السيدة خديجة آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الخصائص وبعض الصفات في السيدة خديجة اللي خلتها أمت بدور مهم جدا جدا في دعم حضرت النبي وذكر من مظاهر دعم السيدة خديجة له ما يذكرته كتب السير اللي منها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس فالسيدة خديجة كانت أول من أسلم أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم معه ولما نزل الوحي على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء خاف الرسول صلى الله عليه وسلم وفزع فزعا شديدة هو خاف حضرت النبي مش معنى الخوف اللي احنا بنقول عليه إنه هو خاف لكن خاف بمعنى إن الأمر وكأنه كان ثقيلا عليه صلى الله عليه وسلم ورجع للسيدة خديجة مسترعا يرتعش فقامت السيدة خديجة عليها السلام ورضي الله عنها بدور عجيب فغطت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم على الفور ولما سمعت الحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له لأ كلا رح توقف كده وكأنه اوعى اوعى تخاف يا حضرت النبي قالت كلا كان ساعت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها رأت فيه وعندما نزل أنوار النبوة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقرد ضيفة وتعين على نوائب الحق وبعدين رح توقفها إلى ورقة بن الأوفل وحصل الكلام المعروف ومشهور في كتب السير لكن اللي همنا بقى ما قال أو حضرت النبي عن السيدة عن السيدة خديجة وياستني بمالها إذ حرمان الناس نقف هنا شوي كانت السيدة خديجة رضي الله عنها زات مال وغنى وهي اللي خطبت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وده حاجة مهمة جدا إن هي كانت ترى في حضرت النبي هذا النور وكأنها كانت ملهمة السيدة خديجة كانت ملهمة وحضرت النبي كان يرى في عينها هذا الإلهام فعملت فعملت يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حضرت النبي ما يعمل معه في التجارة وأنفقت من مالها لمساندة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واللي وضح ده وضح قدر الإنفاق سألوا سيدنا الإمام الزهري زي ما بيأتي ابني شام وغيري من كتاب السير ويقول إنه سألوا الزهري هي أنفقت قد إيه في مواسط حضرت النبي هل أنفقت خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فقال وأربعين ألفا وأخذ يكرر عنه وأربعين ألف وأربعين ألف وأربعين ألف فورد عند المفسرين في قولي تعالى في سورة الضحى ووجدك عائلا فأغنى أي أغناك بمالي خديجة بعض المفسرين قالوا كده وهذا لا يعني حاجة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لمال أحد فقد أغناه الله سبحانه وتعالى عن ذلك ولكن كان إنفاقها رسالة كان إنفاقها رسالة إيه رسالة؟ رسالة دعم الزوجة لزوجة وحضرت النبي قال عنها كمان رزقاني الله عز وجل ولدها إيه حرماني أولاد النساء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لإن الأولاد جات له من السيدة خديجة السيدة الزهراء البتول كانت من السيدة خديجة وعشان كده الأولاد كلهم جمعوا من السيدة خديجة إحنا عايزين نقول إيه كل الكلام ده مهم إن إحنا ننكز عليه في وقعنا ده حضرت النبي الجزء منور في سيرتك دي لم أقعد وأسألك وإحنا مع بعض يدلاتي يا حضرت النبي إحنا السر لإننا عارف إن السيرة يا سيدة السيرة سيرة لإنها بتساعدنا على المسير مع حضرتك يا رسول الله فإحنا مش هنقدر نعرف إزاي نسير بها في حياتنا غير لما نكتشف السر اللي حضرتك قلت به هذا الكلام الرائع عن السيدة خديجة ولما هنكتشف السر إحنا متأقنين إنه يحصل لنا يسر وبعد اليسر يحصل لنا سرور فإحنا معاك عشان ننتقل من السيرة إلى المسير معاك يا رسول الله وتتحول السيرة إلى حياة فيحصل لنا بعد كده إنه إحنا نكتشف السر اللي حضرتك أو دعته في السيرة وبعد كده يحصل لنا الريسر فلما يحصل لنا الريسر تنشرح صدرنا ويحصل لنا السرور يا رسول الله إحنا عندنا دلوقتي مشكلة فأنا عارض عليك يا رسول الله المشكلة إنه لازم نعترف كلنا بين إيدين حضرتك خاصة إن الأدوار بتاعت المرأة في حياتنا اختلفت المرأة بقت نعم المرأة بقت بتجمع ما بين العمل وبين دورها في البيت صحيح ستات كتيرة بتحاول تقدر بتحاول تجمع ما بين الاتنين وتتزن بس في حاجة ستات كمان ما بتقدرش تتزن بس اللي لفتني في كلام حضرتك وواستني مبالها حضرتك كنت بتمتني للسيدة خديجة كل هذا الامتنان آه لإن السيدة خديجة وكأنها لما سندتك وقامت بدعمك أنت بتبعث لنا رسالة الرسالة بتقول إيه؟ عايزين تعرفوا الرسالة والسر في الكلام اللي أنا قلته عن السيدة خديجة لازم تقولوا إن الزواج والأسرة ما بتتبنيش على الحق والواجبات في الحقيقة بس الجواز والأسرة بتتبني على التراحم السيدة خديجة عملت ده بنفس طيبة عملت ده وهي بتتمنى إن حضرت النبي يفرح عملت ده من غير ما تسأل هو ده واجب علي ولا مش واجب عملت ده وهي عرفة إن ده قد لا يكون دورها باعتبارها زوجها الزوج هو المسؤول إن هو ينفق عليها بكل ما يملك لكن هي لما شافت زوجها حبيبها قد قلبها هو في حد ما يقدرش يحب حضرت النبي ده النظر من عنيد ده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم واللامس من إيديه توصل الإنسان لحياة الجنة مش سيدنا سعد قال عن مس كف حضرت النبي ما مسسته حريلا ولا ديباج قالي أنا من كف رسول الله آه كان بتعشقه بتدوب فيه وإزاي ما كانتش الأرقام تساوي ولا رنت الفلوس بتساوي عندها حاجة هي بحضرت النبي بيعلمنا إن البيوت ما بتتبنيش على هو فين الدور بتاعي ولكن بتتبني على إن أنا لما حب أعمل إيه أبذل بس في حاجة تانية كمان بيعلمنا القصة إن لما تختلف الأدوار وتختل الأدوار وتقوم المرأة بأدوار هي مش من أدوارها كان لازم يحصل حاجة مهمة جدا إيه بقى اللي يحصل؟ يحصل امتنان عارفين إيه واجب الوقت في البيوت دلوقتي؟ الامتنان إن الرجالة تمتني للسيدات السيد مش محتاجة فلوس زي ما كتير من الناس فهمة لكن السيد محتاجة امتنان إنك تمتن إن هي بتقوم بكل الأدوار دي وبتجمع ما بين الشغل وما بين أعمال البيت عارف لما هي تمتن تتشحن وتستمر وكده تبقى هي على قدم السيدة خديجة والراجل لما يمتن للزوجته لما تقوم بأدوار مش أدوارها يبقى هو على قدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش هو حضرة النبي اللي قال أمانت بيه إذ كفر بيه الناس كام ست بتشوف ده رسم لخطة حياتها مع زوجها بدل ما تقطمه لأتوه في جنبه لما يحصل أزمة يقولها بعد دراسة إن الشغل ده مش هيقدر يحقق لنا الغرض اللي إحنا فيه أنا عايزة خير الكرير بتاعي فتقف معاه بدل ما الناس تقوله انت فاشل لا إياه تقف معاه وتسنده وتوسيه كذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه أعلن دل العالمين حضرة النبي عارف إن الكلام ده يوصل لنا وعارف إن سيرته هتجن لغاية عندنا وعارف إن سيرته هتحل مشاكلنا نصحتي نصحتي الواضحة للأزواق زوجتك ما تحتاجش إن انت تكسرها عشان يحصل تساوي في المراكز الزواجية لما هي تعمل حاجات انت مش محتاج إن انت تكسرها وتقولها أنت ما بتعمليش حاجة لكن انت محتاج إن انت تعمل إيه زي ما هي بتدعم الأسرة انت محتاج إن انت تدعمها طيب انت بتكلم النهاردة كده ليه عن المرأة ومتكلمش عن الرجل طيب هنتكلم عن سيرة حضرة النبي ما حضرة النبي هو اللي بيعلمنا الدرس إزاي نتعلم إحنا الرجال أن نتعامل مع النساء التي يبزلنا كل ما في وسائهن نتعامل معهم إزاي أول حاجة بالامتنان بالامتنان تاني حاجة بالتعبير عن الحب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن السيدة خديجة إنما رزقت حبها تعبروا عن الحب اللي بقوله لكم ده يحلم بشكل كتير أنا بقول لكم وأنا جاي من جلسات الإرشاد الزواجي فأنا بقول لكم كلام من داخل جلسات الإرشاد الزواجي يبقى أول حاجة امتن لزوجتك عن الأعمال اللي بتقوم بيها تاني حاجة عبر له عن حبك تالت حاجة احمد ربنا على نعمة إنه أجعل لك أليف وأنيس يدعمك ويسندك وإنت عايزة تفوزي بالتلاتة دولة ادعمي جوزك وسنديه زي ما السيدة خديجة وقفت مع حضرة النبي يا رب احنا محتاجين والله يا رب محتاجين أن بيوتنا يبقى فيها ريحة السيدة خديجة رضي الله عنها وعليه السلام ومحتاجين كمان نسمع الكلام الحلو اللي متصل بجمال حضرة النبي في البيوت يا رب جمّل بيوتنا وأكرمنا وأنزل علينا من القوة ما نستطيع أن نمتن به لأحبابنا حتى يدوم بيننا السكينة والمودة والرحمة احفظ بيوتنا واجعلنا نسير مع حضرة النبي في جمال سيرته الذي علمنا أن الأدوار إذا تغيرت فنحن نحتاج إلى امتنان لكي سظل البيوت في استقرار وأمان يا رب أكرمنا هم لبيوتنا يا ربنا بالتراحم واجعلنا دائما من أهل الرحمة يا رب العالمين اشتركوا في القناة